السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم ان شاء الله هنكمل المبحث الثالث اللي هو الحسابات الختمية والميزان العمية في من الفصل الاول ومحاسبة الاقسام وان شاء الله اخر مثال هذا بكون في هذا الفصل اللي هو مثال شامل اللي هو في ميل البنات المستخرجة من دفاتر محلات الاخلاص للقسمين سين وصاد على الفترة المنتهية في الفين وعشرة هي بضعة اول مدة مشتريات مبعات خصم مكتسب تحولات من صاد الى لام يعني صاد اعطى لام يعني نقص صاد وزاد مية زاد آآ سين من صاد الى سين يعني اعطى سين اعطى لسين الى آس صاد اعطى لسين صاد نقص اصبح دائن سين اخذ زاد فاصبح مدين مخصص القديمة اربعة غير محققة ايجار مباشرة ورواتب مباشرة في المثال اللي فات نفسه هادي المثال هادا نفس اللي فات بالزبط بس بيختلف حاجات بسيطة جدا بنقول لكم عليها ايجار مباشرة واتب مباشرة هادا بروح على دائما عربعة وخسائر مجزع للقسمين سين وصاد بضعت اخر مدة تمام اذا علمت ان عناصر قابل للتوزيع اللي المصرفات القابل للتهاد عناصر القابل اللي المصرفات اخدناها قبل هيك نفس كمان ايه خمس تلاف مصاريف عمية خدنا برضك مصاريف عمية واهتلاك اصول نفس اسم المصرف بس المبالغ مختلفة نفسه لك خمس تلاف مصاريف عمية توزع بين تلاتة الى اتنين سين صاد بياخد او سين بياخد تلاتة صاد بياخد اتنين. تمام? اه 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 ا تلات طرف ضرب اتنين على تلاتة اللي هو واحد زاد اتنين تلاتة تمام وبعدين خمس تلاف ضرب اتنين واحد على تلاتة تمام اللي هي لسين ولصاب عناصر غير قابلة للتوزيع دي بتروح على وين قلنا عرباح وخسائر عام تمام هذا الزهر جديد عنا اللي هي هذه البيانات اللي بنحط فيه الميزانية العمية اللي هي اوراق مالية سيارات آلات آآ بنك مدنون اوراق قبض مسموحات دقن ورأس مال ازا علمت ان البضاعة تحول بين القسمين تازعت خمسين في المية ازا دور اللي فات بالزبط خمسين في المية يحق لجميع الاقسام الشراء من الخارج المثال اللي فات مش طراش من الخارج المثال هذا فيه مش طرية بدو خصاب متاجر بخصير بخصير عام نفس المثال بالزبط هي بضعة اول مدة ناخدها من المتاجرة هي بضعة اخر المدة هي مش طريات مبيعات نفسها هنا خاصة مكتسب لو مسموح به هنا بنحط بس هذا خاصة مكتسب دائن هنا بنحط تمام زي ما موجود ان في الكتاب بنى التحولات من من سين الى صاد سين اخد زاد فصفوح مدين صاد اعطى فنقص فصباح دان هاي اقبال صاد تلاتين هاي تلاتين نازم نبلغ نفس بعض خليها لكم فش ما واحد ادى قلم هو اعطى قلم انت اخد قلم فش قلم قلم تمالية تلاتين الف تلاتين الف طيب اجمع هاد واجمع هاد هذا اكبر هذا اكبر تمام هاي مية خمسةين الف مية خمسة نحط في الجنبين مية خمسة وتلاتين الف ناقص هاد وهادي وهادي بطلع هاد خمسة وتلاتين بعدين هاد وهاد ان ياتر اكبر هاد له هاد مية وخمسين الف مية وخمسين الف مية وخمسين الف ناقص اللي هو المية والمية وعشرين تمام اللي هو عشرة والمية وعشرين بطلع متين الف تمام هاي هاي تلاتمية خمسة وتلاتين الف وعشرين الف تمام بطلع مجمل ربح وين بروح عربا خسائر هاي شوفوا هين اجا هدول هاي هين بروح هاي همجمل ربح متاجر هاي خمسة تلاتين الف وعشرين الف طيب هنا بدنا نحط المصاريف هنا جنب المصاريف ونجنب الاراضات دايما فربا خسائر هنا مصاريف عمومي اللي قسمناه اللي تلات تلاف ومتين تلات تلاف والفين كيف اجن وهنا الفين وهنا الف كيف اجن هاي هاي خمس تلاف ضربة تلاتة على خمسة خمس تلاف ضرب اتنين على خمسة وهنا تلات تلاف ضرب اتنين على تلاتة وبعدين تلات تلاف ضرب واحد على تلاتة اللي بطلع عن هدول تمام المسالفات شرحناها نفس نفسه بالزبط اجار مباشرة مباشرة مدهول لك جاز في التمرين ما عليك اللي تنقلهم هاي هاي اجار رواتب نقول هدول حطهم فاربا خسائر مجزة حطهم هون حطهم هان تمام بدك هنا بس هذا تطلعه هذا بده تطلعه بده شغل لي دائما مخصص اربا غير محققة بده شغل لو هي طبعا هنا اخدنا هذا المثال قبل هيك اللي هو نفسه يعني او زي مشابه له قيمة البضاعة المحولة اخر المدة ليه بتساوي ايش بضاعة اخر المدة ضرب المحول على المحول زاد المشترع هاد بضاعة اخر المدة لمين لصاد محول لصاد لصاد هاي ستلاف وان ستلاف هاي بضعة اخر مده هاي بضعة اخر مده لسين لانه صاد اللي حول لسين اسف حول صاد لسين لسين تمام لسين تمام هاي ستلاف ضرب المحول قديش حول له قديش حول البضاعة المحولة قديش حول له بضاعة المحولة عشرين الف هاي 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 السين كديش اخل عشرين الف هاي عشرين الف تمام هاي عشرين الف هاي عشرين الف هاي عشرين هاي زي هاي هاي لان القانون هاي بقول لك القانون بقول لك المحول هاي على المحول على المش زائد اسف زائد المشطرة هاي المحول المحول هادي هادي زائد المشطرة ايش قديش يشطرى هو هنا في الكتاب غلطان الكتاب 65 هايو مشتريات سين هايو بتاخده من هنا ما ادهوش لك بتاخده من هنا 65 هنا ذكرلك قديش 60 انت اعتبر 60 او 65 عدله ما في مشكلة الارقم ايطلع طبعا كله غلط لان في مشكلة في الكتاب هنا 65 لانهايو المشتريات 65 بس حاطة 60 حاطة بدل ال 50 حنا هنا الصح اعتبرو هنا هاي اعتبر انه خمسة وستين عدلوه خمسة وستين عدلوها ماشي طيب بطلع بطلع هنا خلاص ستين ضربة كذا كذا هنا طبعا هنا جامع هو خلي بالكم بطلع خمسة وثمانين لانه عشرين زائد خمسة وستين خمسة وثمانين عشرين على خمسة وثمانين ضرب ستلا بطلع الف وخمسمية بطلعش الف وخمسمية بطلع الف واربعمية وتمانين الف واربعمية بطلعش هاد المبلغ عامل عستين مش عخمسة مش مشكلة بتعدله رقام تمام بطلع عربة غير محققة الف وخمسمية هذا اللي اسف الف وخمسمية اللي هي مش هذي الف وخمسة اه هذي اسف اللي بضغط اخل مد المحول الف وخمسمية ضرب خمسين على مية وخمسين كيف قلنا لكم كيف لو نسبة الربح هادا المية وخمسين كيف اجدتا زائد زائد نسبة الربح اللي هو مية في المية تا زائد خمسين في المية اللي هو هيا هيا موجودة عندكم هاتا في الكتاب هيا ها هيا تا مية في المية زائد خمسين في المية بطلع مية وخمسين في المية اللي هي هادا اللي هي هذي. ازاي نسبة الى بخمسين على مية وخمسين خمسمية. هذا الجديد. هذا المخصص الجديد. الان بنقول الجديد ناقص القديم. القديم كام? هي القديم. هي مدهولة كوه. وين 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 مسان? مدهولة كوه لازم يكون هي في المثال. هي هي. هي ارباح غير محققة. اربعمية قديم. قد يعطيه هنا. قد يعطيه في المعلومات تادي يكتب لك هنا. انه ارباح غير محققة كزا. عادي. لو هنا او هنا ما في مشكل مهم موجود. هو اربعمية ارباح غير محققة يا اربعمية. هذا قديم طبعا. هنا الجديدة خمسمية ناقص قديم اربعمية بطلع مية. بطلع مية طبعا بالموجب. اذا هنا ارباح خسار الى مخصص ارباح غير محققة. طبعا هنا مش ارباح حسير عام. هنا بس ارباح حسير بس. مجزأ. غلطان الراجب. من حسب ارباح حسير مجزأ الى مخصص ارباح غير محبقة. ارباح حسير مش عام مجزأ كلمة مجزأ للقسم. مية مية هاي. اطلعوا هنا هاي. هاي ارباح حسير مجزأ هاي شوفو. هاي هو غلطان في الكتاب. هيو مية الى هيو بطلع هنا طبعا بطلع في الجانب هذا لانه موجب لو سالب هنا هنا موجب هنا سالب انا بخسر مجزة مية لسين للي بنعمله اجمع هذا واجمع هذا بطلع هذا اكبر خمسة وثلاثين الف خمسة وثلاثين الف ناقص هدول بطلع قديش صاف الربع هنا ستاعة عشر الف وتسعمية طب اجمع هاد واجمع هاد هذا بطلع هيو اشرين الف اكبر اشرين الف ناقص هدول بطلع عشرة الاف نوصفي ربح اربع خسير هده وين بروح اربع خسير عام هيو هايو شوفو هيو هي اربع خسير عام هيو اربع خسير عام هايو اربع خسير عام اجمعوهن هايو هادا 29900 عبارة عنها 19900 لو هادا زائد 10000 بطلع 29500 تمام هاي مجموحة هاي هادا عبارة عن 19500 زائد 10000 بعدين بتحط في المصاريف فين ولا اردت نفس هاي شوفوا هاي عناصر غير قابلة للتوزيع اللي هو بنحط في ارباح وخسائر عام اللي هو 900 زائد 800 هاي مصاريف مصاريف ادارية مصاريف 900 بعدين 8000 مصاريف ضرائب 8000 هنا في خطأ في الكتاب ازا عندكم نسخة بتعدوها مش 300 هي 3000 تحطوا صفر 3000 ارباح اسهم 3000 مش 300 وهنا 6000 ارادات وهنا خسائر بيع اصول مصاريف ها يجبع عندك مصروف ادارية ومعندك مخصص ضرائب وعندك خسائر هاي الثلاثة مصاريف واثنين ارباح ارباح اراد الاراد والارباح كلها واحد ما هي ارادات تمام هاي هاي مصاريف ادارية مخصص بيع اصول خسائر بيع اصول ثابت هاي المصاريف هاي الارادات ارباح اسهم ارادات اجمع حادة مع حادة تمام هذا اكبر خطوا في الجنبية 38000 تعمية بيطلع صاف الربح 24000 صاف الربح 24000 هذا البدنيات طبعا الميزانية العمومية الان هنا اصول متداولة اصول ثابتة ما في مشكلة هنا خصوم متداولة حقوق ملكية نبدأ اول في الاصول متداولة ايش عنا اصول متداولة هاي نطلع للمثال هاي اصول متداولة اصول متداولة هذا السيارات ولا لا تسابت اخلي بالكم اصول متداولة بنك مدينون اوراق قبض تمام هذا كله متداول تمام هاي ارجع للمثال هاي نقضية في البنك اوراق قبض مدينون وعن بضاعة اخر مدة ستنسوها بضاعة اخر مدة ستنسوها بضاعة اخر مدة ستنسوها بضاعة اخر مدة لسين ولصات هايها من التمرين بداش تعب ولا شك ها بضاعة اخر مدينة ستلاف تلات تلاف ستلاف تلات تلاف بس بدك تطلع من سين تطرح من سين المخصص الجديد اللي هو هاي تلاتمية كل مرة بنطلع كل مرة بنطلع المخصص الجديد اللي هو هاي اللي هو ستلاف شوفوه هنا طارح على طول نطلع خمس تلاف خمس تلاف اللي قلتلكو عنه اللي هو بضاعة اخر مدة تسين ناقص المخصص الجديد الخمسمية بطلع خمس تلاف خمس تلاف خمس تلاف خمس تلاف ستلاف ناقص خمسمية ستلاف ناقص خمسمية ليه بضاعة اخر المدة لسين تمام ناقص خمسمية لمخصص هاي مخصص تمام طيب هادي مناش ضعو فيها تلات تلاف بطلع مجمل أصول السابتة جمعat طيب أصول السابتة سيارات وتألت بالصافي إن repetitive الهلاك. فالصافي عم تروح من الهلاك. خمس تلاف وعشر تلاف. اه خمس تلاف. وهي عشر تلاف. خمس تلاف. اهي مجموعة اصول خمس تاعش. السابت. طيب نطلع على الخصوم. ايش عندك خصوم? الخصوم. عندك معروف خصوم معروف. واللي هو دا انون. اه. وفي اوراق دفع ولا فيش. اهي دا انون دا انون دا انون. اهي اوراق دفع. اوراق دفع وهي دا انون. بس. ونجمحهم. اهي. اوراق هو دا انون او راق دفع. اهي مجموحين عشرة تلاف سبعة وثلاتة. حقوق المكينة رأس المال. زائد صاف الربح السنة. ناقص المسخبان. رأس المال هاي. هاي رأس المال. تمام? وهاي المسخبات. موجودة. نقصها من رأس المال. بدك تضيف له الربح. من وين نجيب الربح الان? الان هاي الربح جامع هاي. هاي الربح. تفضل هاي. هاي الربح. صاف الربح العام. هاي اربا خسار عام. نجيب اربا خسار عام. الربح. اربع واشرين الف. اللي هو عبارة هاي. اربع واشرين الف. اي صاف الربح. ازا رأس المال زائد صاف الربح. ماقص المسخبات بطلب. تجمع حادة مع حادة. لازم تتوازن الميزانية. تمانين تمانين. وهذا مع حادة لازم يتوازن. ازا حل لك صح بتوازن. تمام? بالتوفيق نلتق ان شاء الله في الفصل الثاني. بعنوان. طبعا. بعنوان اللي هو المهن الحرة. طبعا انتو الان كطلبة. مطلوب منكو. تحلوا تمارين الفصل الاول. عليه علامات ستين علامة الواجب. يعني لازم تحل تمارين الفصل الاول. تمارين تحاول تحل هن كل هيتين. اللي هي كم تمارين اللي هو تمان تمارين.